أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثان أن بلاده عملت مع مصر والولايات المتحدة من أجل توصل الاتفاق في أسرع وقت ممكن وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجات الأمريكية أنطوني بلينكين لدى وصوله إلى الدوحة أكد رئيس وزراء قطر أنه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق الإطاري في هذا الوقت الحساس لقد تلقينا الردة منذ ساعة فقط وأرسلنا إلى الطرف الإسرائيلي سيكون هناك مفاوضات لاحقة ومباحثات حول التفاصيل ونأمل أننا سنتوصل الاتفاق بأسرع وقت ممكن وفي التبسيق وتعاون مع شركائنا ومؤمنات المتحدة ومع مصر